اشتركوا في القناة التعريف الصحة النفسية والمرض النفسي فتعددت بالبداية التعريفات فمنها الصحة النفسية هي التوافق مع المجتمع وعدم الشذوذ عنه وعدم مخالفته والمرض النفسي هو عدم التوافق مع المجتمع ولكن وجد ان هذا التعريف ينافي الواقع بحالات كثيرة وعرفت الصحة النفسية ايضا بانها قدرة الانسان على التطور والمرض النفسي هو عدم التطور بما يتناسب مع مرحلة النمو مثل حين يتمسك البالغ بسلوكيات الطفولة فانه يعد مرضا نفسيا الصحة النفسية هي توافق احوال النفس الثلاث وهي حالة الابوة والطفولة والرشد على اعتبار ان الشخص السليم نفسيا يعيش بهذه الحالات في تناغم وانسجام ويحدث المرض النفسي عند اختلال هذه الاحوال وتغيان احدها على الاخرى ايضا هي القدرة تعرفت على انها القدرة على الحب والعمل اي حب الفرد لنفسه والاخرين وايضا على ان يعمل عملا بناء يستمد منه البقاء لنفسه وللاخرين وعرف المرض النفسي بانه كراهية النفس والاخرين والعجز عن الانجاز والركود رغبة في الوصول الى الموت من العلماء من اعتبر ان المرض النفسي هو عدم التوافق الداخلي ورأى ان الصحة النفسية هي التوافق الداخلي بين مكونات النفس من جزء فطري هو الغرائز او اللهو وجزء مكتسب من البيئة الخارجية وهو الانا وهذا التعريف له اصول اسلامية فالنفس الامارة بالسوء تقابلها الغرائز والنفس اللوامة تقابلها الانا الاعلى وحين يتحقق التوازن والتوافق بين النفس الامارة بالسوء واللوامة تتحقق الطمأنينة للانسان ويوصف بانه نفس مطمئنة عالميا هي حالة من العافية يستطيع فيها كل فرد ادراك امكاناته الخاصة والتكيف مع حالات التوتر العادية والعمل بشكل منتج ومفيد والاسهام في مجتمعه المحلي ولنحكي اكتر بهالموضوع بيصرنا نستضيف الدكتور محمد الدندل الاختصاصي بالطب النفسي سعيدة وقاتك دكتور واهلا وسهلا فيك معنا على هوا راديو اوريانت يا اهلا يا اهلا دكتور ببداية امتى منقول انه نحن عنا عارض نفسي او مرض نفسي بيستدعي اجراء ما يعني عموما مفهوم الصحة النفسية مفهوم شوي غامض لأدهان الكثيرين لا شك انه لا يعني ما في هذا القط الفاصل بين المرض والصحة يعني يعني اي عارض نفسي هو بالاساس بجزء منه قد يكون طبيعي يعني مثلا جميع المشاعر حتى المشاعر المزهجة الحزن والغضب هاي كلها يعني مسألة جزء من التركيبة النفسية للكان البشر لكن نحن يعني فينا نتوقع انه دخلنا في الحالة المرضية يعني نعتمد على عدة نقاط اول شغلها الشخص نفسه احساسه بانه عنده معاناة شديدة او معانه مرتاح او او معاني يستمتع لحياته او صار عنده فقدان الاهتمام بعض المسائل او صار عنده اضطراب يعني صار في عنده صعوبة او مشاكل بعلاقاته خلينا نقول الاجتماعية والاسرية او صار عنده مشاكل بالانتاجية والعمل يعني صار يشعر انه مقادر على العمل او صار يقول تركيز وذا كان عم يدرس الى اخر ما هناك يعني بمعنى يعني اضطرب عنه يعني التكييف مع محور ما بحياته يعني مع تقادر يعني على الانتاج مثلا فبالتالي انه عموما شخص اللي بيشعر هو بخير يعني انه هو حاسل هو بخير وعم يشتغل وعم يدرس ولو فرضنا او علاقاته الاثرية الاجتماعية بين الحدود الطبيعية فهذا غالبا ما عنده يعني مشكلة نفسية بمعنى المرضي اكتئاب او قلب او غيره لكن لكن الكائن البشري قد يكون عنده عقابين من طفولته من تجارك سابقة بحاجة لانو يراجعها يفضمها بشكل اكتر يخلي حياته اكتر راحة اكتر انتاجية بالصحة التعبير هاي نصحة اخرى يعني نعم يعني هاي تدخل بطار تطوير ذات طيب وليس بالنطاف العلاجي نعم طيب منسمع دكتور عن اضطراب نفسي وطبعا نسمع عن المرض النفسي هل في فرق بيناتهم واذا موجود شو هو الفارق يعني امتى منقول هذا مضطرب نفسيا او هذا عنده مرض نفسي ما هلا ما يعني الاضطراب هو المرض نفسه يعني يعني ما في هايك تسليفات وكل اضطرابات القلق او اضطرابات المزاج المقصود فيها انو الحالة التي تخرج عن الحدود المنطقية والطبيعية يعني رنج معين فبالتالي طبعا تختلف هناك درجات لهذا الاضطراب بالصحة التعبير او المرض يعني من خفيف الى التوسط الى شديد حسب كل حالة يعني حضرتك ذكرت الاضطراب المزاجي هل هو يعني مرتبط بشكل عام بالمشاكل النفسية او بالاضطرابات النفسية او لا ما دائما يصنف الموضوع المزاج او الاضطراب المزاج بهذا المرض اضطرابات المزاج هو مجموعة من الحالات تدخل تحت هذا العنوان اضطرابات المزاج يعني فبالتالي انه في لو فرضنا اضطراب هناك القطب او الامتئاب هاي كلها تدخل بالاضطرابات اخرى تحت اضطراب المزاج الدولي مثلا انه هاي تدخل تحت عنوان اضطرابات المزاج طبعا هناك تفصيلات لكل اضطراب وشوف اشكال بس انه يعني ليس كل تقلب مزاجي هو يدخل في نظاف الاضطراب مثل ما حكينا اذا انا تقلبات مزاجية صارت تنعكس على عملي وعلى علاقاتي وعلى حسافي بالراحة فصلا غالبا انا دخلت بالحالة المرضية لتفضع العلاج طيب اكتر شيء يمكن نعاني منه او نسمع كمان عنه دكتور التوتر القلق والاشياء المرافقة والمصاحبة لهذه الامرين كيف نعرفهم وكيف نعرف انه مثلا هلأ القلق صار عند الشخص تجاوز الحدد صبيعي او الشخص نفسه يحس انه انا لازم راجع اخصائي لانه ارتفع وخلص صار بمستوى غير العادي آه جميل يعني القلق بحد ذاته مسألة صحية يعني القلق فيه شيء اسمه قلق منتج او قلق بناء يعني الانسان يعني بدون القلق ما تنعمل شيء نحن ندين بكل ما انتجه في الحضارة للقلق بكل شيء انجازات البشرية قائمة على اساس بدافع قلق ما قلق تسكين كوف ما او ألم ما او تحقيق حاجة ما او طموح ما دائما هو القلق اللي بدفعنا لنندرس لان احكم بصحتنا خلقنا انه خوفنا من لكن عندما يصرد هذا القلق الى درجات تصبب عطالة مثلا في حالة احنا منعرف اسمه القلق المعمن انه الشخص يصير عنده توتر كبير تجاه امور كثيرة بحياته زيادة عن نزوم يعني مثل عم يضرب العطفور بالمدفع يعني انه فيه بيصرص طاقة كبيرة على اهداف جزمة صحتك يعني اذا وجه شيء بيجسده فورا بيخطر باله عن اسوأ الامراض بروح يعمل فورصات وفوت بهاي الدوامة اللي هاي صار تبدت فايل تنهك المريض وتعطل حياته اه ثانتها يعني صارت طلب العلاج اه طبعا بالطلابات القلق الى اخرى مثلا رهابات على سبيل المثال اذا كانش كان شخص لديه رهاب من شيء ما اه مثال اذا كان هو رجل اعمال وعنده رهاب الطيران مثلا صار معه رهاب الطيران وسافر كتير هذا الاكيد راح يناكس قلبا على حياته هون دخلنا بالشيء المرضي اللي لازم يتعالك نعم طيب هل يدخل ضمن موضوع القلق اللي حضرتك ذكرته القلق المرضي يعني خصوصا بالظروف الحالية اللي عم نمر فيها هل بيدخل موضوع الخوف من الموت المخاوف المشابهة لهالأمر بندرج تحت نفس العنوان او لا هون نحن عم نروح لحالة اترابية اخرى اذا كانت هي حالة اتراب لا شك الخوف من الموت هو بيرافق مرضى القلق قلق المعمم بانه هو عنده خوف انه ينموت او يصل له شيء دائما لحساسه عنده توجس بانه شيء سيء ممكن يصير دائما حتى يعني احنا بنسمع انه واحدة اضحك يقول لك اللهم عطينا خيرها بضحك مزبوط دائما عنده اعتقاد انه انه فيه ثمن بده يدفعه نتيجة شيء غامض احنا القلق هو شيء غامض احنا نفرقه عن الخوف الخوف هو ردة سعال طبيعية تجاهها خطر واقع مدرك منطقي اما القلق هو جزء منه يعني جزء سبير غامض ولا واعي يلو مدنون رمدي يعني شخص ما قادر يفسر ليش هو عنده قلق زاء اتجاه موقف الاخرين ما بيشعروا بنفس الدرجة اللي هو بيشعر فيها يعني فينا نعتبرها هاي علامات بيشعر فيها الفرد وعلى اثره لا زمي يتصرف اه تمام يعني انا انصحه اذا كان عنده هاتشي انه يراجع قبيب حتى يفهم شو الان واصل الامر ما طيب دكتور حضرتك ذكرت يعني احنا فيه ناس بتقول الله يعطيني خير هالضحك يمكن هاي فيه جزء منها مجتمعاتنا يعني اذا بدي صح تسميها ثقافة مجتمع انه بيتخوفوا تمام او فيه قلق عام او خوف عام يعني بيصير نسميها هاي نتيجة شو بالمجتمع عموما موجودة اه هو طلابات القلق عموما اليها افتباد كبير بمنحلة الصفولة يعني انا نتيجة غياب الشعور بالامان غياب الاستاس انه التصل انه هو محبوب بيدون اي مقابل وانه احنا موجودين لاجره دائما اه فبالتالي هاد بيشاعد التصل انه يكون قلقا امام الحياة يعني لما يكبر لكن للأسف نحن تربيتنا فيها كثير من الأخطاء الكارثية اللي ممكن تجنبنا مشاكل كثيرة بأمور بسيطة يعني هي يعني ما في شيء بينطبق عليه القول أنه درهم وقالي خير منكم ترعي لها تقدر الأمور النفسية في كثير 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 مشاكل واضطرابات احنا ببساطة الأهل قد يجنبوا ولادهم هاي الاضطرابات لمجرد أنه فهموا كل مرحلة عمرية عند الطفل شو حاجاته كيف ممكن يتواصلوا وكيف يعبرونه لأنه الطفل إحساسه بالأمان وإحساسه أنه محبوب يعني مبني بطريقة تختلف عن نحن كباليدين يعني أنت البالغ أمي أمي للشيء المنطقي للشيء الملموس أما الطفل في شيء من الغمزية يعني طبعا صعب أنه نشرح بالعجال التفاصيل بس أنه عموما الأمر مختبط كثيرا بمرحلة الطفولة نعم طيب هل نقدر نقول في شيء ممكن يلاحظه الآخرون ويلفت نظرهم لا شك إحنا حكينا أنه يعني مثلا إذا صار فيه اضطراب بعلاقاته مع أسرته مع محيطه بالعمل يعني مثلا شخص صار ردود أفعاله دائما متوترة غاضبة وصار هذا الأمر يعمله مشاكل قد يكون شخص عنده مشكلة مع قلق أو معه اكتئاب لأنه عادة سامل خصوصا لما يترافق القلق مع الاكتئاب بس هذا إحنا سميه للمزاج مستثار يعني يجي الشخص بيقول يا دكتور أنه أنا صار عصر على شغلات أنا بعرف أنه ما تستاهل بس ما ما كين يعني يعني فهون غالبا للآخرين ممكن يلاحظه يعني أنه صار فيه عنده مشكلة وأنا بشوف أنه يعني لا بأس أنه نحن نشجع حدا إذا شفنا عنده شي صار عم يأديه وعم يعطل حياته أنه ننصحه وشجعه أنه يشوف طبيب نفسي حتى يتخلص من مشكلته طيب هل في حالات دكتور بيختلط فيها مشكل عضوي مع النفسي أو هل كل تغيير نفسي هو بالأساس فيه شي عضوي تغير لا شكينا الأبحاث ربطت أغلب الحالات النفسية أو حتى العوارب النفسية بالنواقع العصبية للدماغ أنه تغييرها بزيادة أو نقصان بسبب يعني هاي الحالات النفسية اللي احنا عم نعاني منها طبعا الأمور الجسدية في تداخل يعني في خصوة اضطرابات القلق عموما إلها عراض جسدية مثل آلام قضاء آلام بالرقبة والكتفين مشاكل يعني الأنبوغ الحضمي خصوة القولون العصبي بيسموه كثيرين مشاكل تسمعي ده يعني آلام أحيانا حتى هيكلية إلى آخر ما هنالك والمشكلة هادة اللي بيضيع المريض يعني أنه بيروح بيراجع عيادات العصبية والقلبية والداخلية وبعض رحلة طويلة حتى أنه يا أما طبيب ينبه أو شيء أو يسمع بشيء عن طريق الإعلام أنه اللي ماهو ممكن يكون قلق معمم مثلا أو ماهو نوبات هلع مثلا حتى يشارك بيخوف شديد شيء القلبه يخفر يشارك حاله عم بيختلق ممكن يبوت ياخدوه إسعاط مره مره مرهين وعشرة يعني للأسف وصلون بعض المرضى بعد نواة من الزيارات المتكررة لقسم الإسعاط والطوارع ووش حامل معواكيات من الفقوصات والشور أحيانا حتى قطرة قلبية أوف موصل مع حتى القسطرة نعم تمام يعني أنا محكي لك أن حالات شواء خيضة عارف طيب طيب نسمع كمان مبعث إذا هو كان هذا الأمر خطأ شائع ولا هو لا فيه شيء من الصحة أطعمة محينة بيبين أحيانا الناس تنصح فيها لبعضها يعني أنه هي بتحسن المزاج بتخفف التوتر أو يعني مواد محددة هل هذا الكلام صحيح فيه شيء من الصحة منه أو لا نحن فورا مفروض نتجه لأخذ أدوية بيوصفها المختص لا يعني الأولا أولا يعني أنا بعض الصح بالعلاج الذاتي يعني أنه واحد يعالج نفسه لا شاكل وفيه أطعمة فيه سلوك معين ممكن يخفف عنا القلق والتوتر فيه عندك مثلا عموما المكسرات الأسماك يعني هاي كلها يتأثير بشكل إيجابي على عمل الدماغ يعني فبالتالي الشوكولات مثلا معروفة أنه بالزئوة والمور كلها يتفع سيروتونيا على المستوى المشبك العصبي فبالتالي بتحسن المزاج بس إذا كان الشخص واصل لدرجة أنه صار معه مرض اكتئاب مثلا يعني لازم يراجع اقتصاده حتى يرى شو الدرجة لأنه يعني أو قد يكون قد يكون اكتئاب بسيط لدرجة هذا الاختصاصي هو اللي بيحثت يعني هو الإجراء العلاجي وكيف كيف لازم ينعمل طيب حددتك ذكرت الاكتئاب خليني هيك سؤال عن الاكتئاب بشكل سريع هل فعلا مضادات الاكتئاب ممكن تسبب زيادة بالوزن؟ بعضها ايه وبعضها العكس اه ممكن في من هنا تنقص الوزن ايه طبعا في بعض هذه الاكتئاب بالعكس هي بت يعني بخصن صبايا بيحبون التهر يعني انه بيساهم هيك بنزل وزنهم شوائي بس مو ضروري يعني انه يترفع الوزن يعني حتى حتى الادوية اللي بتساهم بزيادة الوزن مرات تكون هي ضرورية لأنه يعني بعض يعني الاكتئاب بيصير في اضطراب بالطعام زيادة او نقصان يعني عادة عند الصبايا بيزيد اكله يعني بيكتلك الصبيانو عم مفشش بالاكل صحيح اه احيانا يكون العكس يعني يكون فقدان وزن اه كبير يعني فبالتالي بهالحالة الادوية اللي بدوتي الاكتئاب هي عموما ما عم تزيد وزنه بقدر ما يرجع حسابه بالحياة ترجع له شهيته فبالتالي يستعيد وزنه لخسره نعم لأي درجة بتزيد هذا النوع من الاضطراب او لأ احنا بحالتنا فيه شي تانية عم يزيد لا لا هو هو كل الاضطرابات النفسية بزيد يعني اللي حال يعني متتعب في الوضع مأساوي عنا بالبلد والعين الناس يعني طبع يعني فبالتالي كل الاضطرابات بيزيد نشبتها بهيك وضع بس بالأسف نحنا لست معنا خلينا نقول مأسسة حفيقية دراسات متابعة للشأن النفسي للسوريين ما فيه في محاولات متواضعة من جمعيات معينة من بعض الناس جهود فردية بس الحالة السورية تحتاج لآلاف من الأطباع النفسيين المدربين آلاف وليس مئات خصوصا يعني انت بتكت تخيل عندك ست سبع ملايين طفل بسوريا هدول كلهم تعرضوا لشكل ناشكال يعني الضغط النفسي او المشاكل النفسية هدول بحضاتهم هدول مستقبلنا صحيح فللأسف بس نازال أمر منسي يعني أنه حتى الإعلام يعني أنا لاحظت يعني أخيرا صار شويه الإعلام يستم بها المسألة بس كان كان فيه حلام الثوري بس حتى تابير يعني كان تفضيل على القضايا تتعلق بالعمل العسكري وبعض النشاطات رغم أهميتها بس أنه كله هذا نعتبرين المسألة النفسية مسألة مؤجلة أو مسألة يعني شكل مستقبل رفاهية ما فيه تقدير لهم أهميتها للأسرح الشبقية يعني ما أحد عرفان ما شو السمن اللي راح نبشعه كمجتمع نتيجة هذا الخطأ اللي عند إرتكبه حاليا بأنه مأجلين هاي المسألة بعدين مع الأسف يعني دكتور في استعداد وراثي عند الأفراد لهاي الأمور يعني هل فيش فرد عنده قابلية أكتر أن يصير معه مشاكل نفسية أكتر من فرد آخر الوراثة مرتوطة بأغلب الأمراض يعني سواء النفسية أو غير النفسية يعني يعني بس عند البشر في شي يسموه يعني قدة عوامل يعني الوراثة عامل من عوامل معينة مثل السكرية أو الضغط نفس الشي البيئة والظروف يعني يعني المورثة المسؤولة عن المرض معين أو التاعد بحصول اضطراب ما هي ما بتابر شكل أوتوماتيكي يعني يعني في عوامل أخرى اللي بتاعد على أنه خلينا نقول الاضطراب يعني هذا الاستعداد الجيني أنه يصير ثاني فيه اضطراب يطلع على السطح نعم طيب نحن يمكن مجتمعنا كتير بين أصوعي بهالأمر يعني حتى كنا لحد قبل الثورة وحتى هلأ الخلال كمان يمكن الأحداث اللي عم المرفية بيلجعوا بأي أمر بيصير عارض نفسي عند الأشخاص لسحر وشعوذة في منهم في منهم لأشياء أخرى ما في وعي بهالأمر لأي درجة مهم أنه نوعي الناس أنه المرض النفسي هو مرض مثل أي مرض آخر ممكن يحتاج أدوية ومرض يعالج ما هو مرض يعني لا يعالج وصافه يعالج ويشفى يعني وجوز هاي معلومة بكون مخاجئة للكثيرين اضطرابات النفسية هي أكثر الاضطرابات التي تصيب الكأن البشري استجابة للعلاج يعني في خصوصية وطريقة للعلاج يعني مثلا حتى الفصام مثلا اللي البعض يسميه السرطان الضب النفسي نعم يعني فيه 30% والحالات تشفى شفاء تام بحدود 40% أنه يعني حالة اعتدال ثابتة ومستقرة مع مثلا أدوية بجرعات محددة يعني أنه يسميها جرعات بسيطة الحالات اللي عادة يعني بتضل فيها عند مشاكل رغم الأدوية ورغم كل شيء هي 30% من حالات الفصام يعني عندك 70% بين شفاء وتام وبين اعتدال يعني كثير كثير مقبول يعني هاي النسبة احنا ما نشوفها بالباقي الاقتصاصات مثلا مرضى السكتري والضغط صحيح صحيح مزبوط الرياضة يمكن بتخفف شوي من وطقة المشاكل النفسية دكتور تنصح لي تمام الرياضة كثير مفيدة لقضايا تتعلق بالاضطرابات القلق وتحسن المزاج يعني حتى بحالة الابتئاب البسيط إلى المطار وسط رياضة قد تكون يعني هي علاج لهذه الحالة نعم قبل ما نختم معك دكتور نصائح عامة بتعطيها للسوريين لللي عام يسمعون انهم اي ملاحظة بيلاحظوها على انفسهم جبالا ما يأخروا حالا شو النصائح؟ لانه المسألة يعني هو المشكلة بالاضطراب النفسي تأثيره على المحيط حسنا اذا كانت الام او الاب يعني بده يحسب الحساب انه هذا بده يأثر على كل مستقبل يعني كامل حياة ولاده ومستقبلهم يعني يعني مثلا اذا كان الاب مثلا عنده قلق شديد قلق معمام ودائما متوجز وحاس انه في شي خاف هذا فورا يعني بيدمر الاحساس بالامان انه ممكن يكون موجود عند اطفاله انهم يستمدوا حساسهم بالامان من احساس انه هو موجود وقدر يرعاهم وفرهم حياة المريحة فبتالي بس يعني احنا الناس الله يعني الان الناس يعني هو المشكلة مثل مرجعه تقول لك انه للأسف الاعلام الثوري انا انا يعني كنت اتمنى انه على كل قناة من قناوات الثوراء يعني سواء كانت بيكون فيه شيء اسبوعي شكل حلقة يعني اسبوعية تتناول هذا الموضوع لانه مسألة التوعية بالقضايا النفسية هي مسألة تتعلق بكامل حياة الشخص بالاقصال يعني في كتير عموري الناس بحاجة لها المعلومة وبسبب افتقالنا للكوادر التافية اللي ممكن تتواصل منها بشكل مباشر على الاقل عن طريق الاعلام فاتمنى انه هذا الامر يعني يؤخذ بالحسبان كما يجب يعني بالمستقبل ان شاء الله يا رب نقدر نقدم شيء وننجز شيء رغم انه هو بيضل كتير قليل وبسيط امام الكم الهائل من المشاكل اللي موجود بطريقنا بس ما بنفقد الامر دكتور انا كتير بدي اتشكر وجودك معنا لليوم والاضافة اللي اضفت لنا ياها بالمعلومات اللي عددت لناها لليوم الدكتور محمد بندا الاخصائي بالطب النفسي يا حلا وبيدي اذكركم مستمعينا على طول فيكن تلاقونا وتسمعونا على الترددات التالية ريف دمشق على 96.7 على 94.6 بإدلب حمى وحمص اما بحلب وريفة على 95.8 على 94.2 باللادقية بالرقة وريفة على 102 بالنيترا وبدرعة وبغالبية ريفة على 99.2 لمستمعينا بالريحانية التركية على 95.8 كمان فيكن تلاقونا على رابط البث المباشر orient-radio.net اسألتكن واقتراحاتكن منشوفها على صفحتنا على الفيسبوك orient radio بدي اختم الحقيقة حلقتي معكن لليوم انا بـ orient clinic ومثل ما قلتلكن نحنا يوميا منلتقي مشان نعقش مرض معين أو عضو معين ويكون فيه أجوبة لأسئلتكن واستفساراتكن حول سيام رمضان بهالفترة الفضيلة بلتقيكن أنا بكرة بحلقة جديدة ایمان أحمد باي باي